السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 9 من الفصل السابع سنواصل الحديث عن خواص سبائك النحاس بعد أن أسلفنا أنواع سبائك النحاس الجدل الذي أمامنا يوضح الماتيريال والتنصال السرينس أي قوة الشد والييلد السرينس والألونجيشن والسترينسينج ميكانيزم التي تجرى لهذه السابع أول شي عندي البيور كابر النييلد قوة الشد 30300 الييلد 4800 ونسبة الاستطالة 60% وما فيش أي نوع من أنواع السترينسينج تم لها طب لما نيجي نشوف الكميرشالي بيور كابر ده النييلد تو كورس جرين سايز 32000 قوة الشد 10000 اليلد السرينس والألونجيشن 55% وتمت عملية صولت سيليوش هلا كوميرشالي بيور كابر النييلد تو فاين جرين سايز قوة الشد 34000 ولييلد السرينس 15000 وغرين سايز أو السرينس جتم عن طريق الجرين سايز أي تصغير حجم الحبيبات وبالتالي زادت الخاص الميكانيكي كوميرشالي بيور كابر كولد ووركة 70% أي نحاس نقي نقاء تجاري تم تشكيله على البارد لنسبة 70% قوة الشد زادت بقت 57000 النييلد بقت 53000 ولكن على حساب الالونجيشن بقت حوالي 4% وده السترين هاردنينج ده نوع الميكانيزم اللي تم على عملية التسليد وبعد ذلك النييلد كبر 35% زينك قوة الشد 47000 ولييلد السرس 15000 والالونجيشن 62000 وتم عمل صولت سيليوش هلا مثلا كولد ووركة كبر 5% زينك عشان نقارن بينه وبين الأنيل ننقل ييلد السرس أصدقى عفوا اليلد السرس نعم أصبحت 63% بعد أن كانت 15% وقوة الشد بقت 98% بعد أن كانت 47% لكن أيضا على حساب الالونجيشن بعد أن كانت الالونجيشن 62% بقت 3% والسترينسنج ميكانيزم اللي تم ليه صولت سيليوشن زائد استرين هاردنينج إيش هاردنت كبر كان زادت قوة الشد بالنسبة 190% بقت 190 ألف وقوة اليلد 195 ألف والالونجيشن 4% إيش هاردني في الحقيقة الملاحظ في هذا الجدول كلما زادت قوة الشد كان على حساب الالونجيشن يعني الالونجيشن بدقل وهي من المعروف أنها علاقة عكسية ترجمة نانسي قنقر